بكم ما قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة الأوكرانية ومن المتوقع بحسب المتحدثة أن يبحث الرئيسان الأمريكي والروسي الأزمة بداية الشهر المقبل العداء الوحيد الذي نراها على الحدود الأوكرانية الروسية هي تعزيزات العسكرية الروسية والخطاب العدائي من جانب الزعيم الروسية الرئيس الروسي قال إن المحادثات كانت مشجعة وسيكون هناك محادثات دبلوماسية في يناير المقبل ونؤمن أن هذا هو الحل الصحيح والأفضل شيء آخر حلف النيتو هو حلف دفاعي وليس هجوميا وجهود متواصلة لدفاع عن شركائنا في النيتو بالمقابل اعتبر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين رد الفعل الأمريكي إيجابيا على المقترحات الروسية لحل الأزمة الروسية الغربية الخاصة بأوكرانيا وأكد بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي لنهاية العام أنه يجب أن لا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا مضيفا أن الكرة في ملعب واشنطن الآن في حين تنتظر موسكو بعض الإجابات منهم على حد قوله دون أي مراوغة نقولها بشكل مباشر لا يجب أن يكون هناك أي توسع لحلف النيتو باتجاه الشرق الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة وننتظر بعض الإجابات منها ميدانيا نكدت وزارة الدفاع الروسية عزم قوات المظلين الروسية على إجراء تدريبات تحاكي عملية اجتياح قرب حدود أوكرانيا خلال الأيام في الجهة المقابلة أعلن الجيش الأوكراني إجراء تدريبات عسكرية باستعمال صواريخ أمريكية الصنع مضادة للدبابات في إقليم دونباس عبر هذه الحشود على الحدود مع أوكرانيا توصل روسيا بعث رسائلها إلى الغرب وتقرر إرسال مئات من المظليين وعشرات المركبة الحربية لبدء مناورات جديدة في القرم وإقليم كرسنو دار الحدودي وكالة أنترفاكس الروسية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع في موسكو قالت إن المناورات ستحاكي عملية استيلاء على منطقة ضمن هجوم واسع التصعيد العسكري الروسي الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو تقابله تحركات ديبلوماسية أوروبية وتصريحات أمريكية تنفي النية العدوانية للحلف تجاه روسيا إن الناتو حلف دفاعي ليست لدينا نية عدوانية مع روسيا وبالتأكيد فإن العدوان الذي رأيناه على الحدود الأوكرانية والختاب العدواني كان قادمين من جانب واحد الاتحاد الأوروبي يعاول على الولايات المتحدة وحلف الناتو للدفاع عن مصالحه في أي محادثات محتملة مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي وفي اتصال هاتفي بين مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد ووزير الخارجية الأمريكي شدد أنتوني بلينكين على أهمية استخدام القنوات الديبلوماسية ودور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنظمة أعلن التوصل المفاوضين من أوكرانيا وروسيا إلى استعادة وقف إطلاق النار بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من موسكو شرقي أوكرانيا إلا أن انتهاكات وقف إطلاق النار تتصدر المشهد على خط التماس على الحدود الروسية الأوكرانية والوضع الأمني الهش ينذر بتوسع المواجهات إذا أصر الغرب وحلف الناتو على نشر أسلحة هجومية على الأراضي الأوكرانية وقد يغير في لحظة هدوء مدينة ماريوبولا الحدودية التي ذاق سكانها ويلات الحرب بين موسكو وكييف أثرها متزال شاهدة وينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحثة في الشأن الروسي بسام البني أهلا بك أستاذ بسام فوتنا تحدث عن رد فعل إيجابي أمريكي بشأن الضمانات الغربية بالمقابل ما الذي ستقدمه روسيا من ضمانات؟ روسيا لن تقدم سوى الورقاتين التي قدمتها لناتو وأمريكا حسب قول روسيا روسيا تقول هتا الورقتان ليس من يوم بالمطعم تطلب ما تشاء وتترك ما تشاء إما أن تقبلوهم كاملتان أو أن تقولوا لا نريد وعذا شأنكم عندها سيكون ردنا عسكري تقني هذا هو الموقف الروسي الرسمي أما ما قاله اليوم الرئيس بوتين حول الإشارات الإيجابية فهو قبول الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ سلسين عاما بمناقشة روسيا بهواج سوى كانوا قبلا يعني الروس يقولون نحن لا نقبل بهذا الأمر يعني يقولوا لنروحوا لعبوا شو ما بتكونوا احكوا نحن هذا رأينا وهيك مصالحنا وليسنا مضطرين للحديث معكم الإيجابي في الموضوع أنهم قرروا الحديث مع روسيا بشكل جدي ولكن روسيا عازمة هذه المرة لا تسمح للناتو بتميع الأمور ولا الولايات المتحدة الأمريكية بتميع الأمور لأن لضغت من الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سلسين عاما خمس موجات من تمدد الناتو نحو شرق أوروبا بعد أن وعدوا الاتحاد السوريتي السابق بوجه جميع الفتوف بأنهم لن يتمددوا هذا الموضوع واضح للعيان الاجتماع الذي تتحدث عنه الشهر المقبل لا يعني أن فتيل الأزمة قد نزع حتى الآن هناك فقط أمال بالتوصل إلى حال وفق شروط روسية بكل تأكيد بكل تأكيد لم ينزع الفتيل هذه ليست شروط روسية هذه مطالب روسية روسيا لم تقل أن ننوجه إنزارا قالت وجهة نظرها الرئيس بايدن هو من طلب من الرئيس بوتين الحديث عن الاستقرار العالمي الاستراتيجي والأمن العالمي الاستراتيجي في أول لقاء وساني لقاء بوتين وعد بايدن بتقديم هواجس روسيا وقد كتبها وبعث وأرسلها وسلمها ونشروها على العالم لكي لا يكون هناك أي لغة بالموضوع نحن لا نريد أن نكون مستهدفين من حدودنا وزمن وصول الصاروخ إلى موسكو خمس دقائق هذا الموضوع غير مقبول على الإطلاق لأنه قد يحدث خطأ قد يحدث أي شيء ممكن أن يأتي بحرب عالمية بعدين الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن الشروط الروسية ولا تقرأ الورقة الورقة تقول روسيا تلزم نفسها أيضا بما تلزم به الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يكون هناك استقرار وأمن عالمي تريدون الأمن والاستقرار العالمي نحن نريده أيضا إذن تعالوا لنتفق هذه الشروطي هذه الأمور التي ممكن أن تقدم لنا الأمن بغير هذه الأمور نحن سنكون مستهدفين وأنتم على بعد أميال خلف المحيط يعني روسيا ما تخشى هو أن تحرض الولايات المتحدة الأمريكية الدول الصغيرة الكارهة لروسيا على حدودها من أجل أن تقوم بحروب صغيرة هنا وهناك تحت الإطاءة أمريكية ذكرت نقطة تتعلق بتمييع الضمانات هل تتخوف أو تخشى روسيا حتى بظل التوصل إلى ضمانات حقيقية من تراجع الغرب عن هذه الضمانات في وقت لاحق؟ بكل تأكيد يعني روسيا ليس سرا على أحد وقد قالها بوتن وقالها سرقيل أفروف وقالوها كل المسؤولين الروس الأمريكان لا يحترمون كلمتهم ولا يحترمون توقيعهم حتى ضربوا أمثلة خروجهم من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى خروجهم من معاهدة السماء المفتوحة من طرف واحد يعني خروجهم من كل هذه المعاهدات يعايدون ولا ينفزون ولكن على الأقل الآن روسيا تقول أريد ضمانات مكتوبة وتل ملزمة ولكن سيد بسلام هذا الأمر أيضا ينطبق على روسيا اتفاقيات مينسك الموقعة عام 2015 أيضا حصل فيها اختراقات عشرون عملية اختراق أمني وإطلاق نار نعم فضل اسمحيلي حول اتفاق مينسك اتفاق مينسك ليس لروسيا اسمهم في اتفاق مينسك سوى كضامن مثلها مثل ألمانيا وفرنسا روسيا ليست طرفهم في النزاع اتفاق مينسك وبين من يقولون عنهم انفصاليين في جنوب أوكرانيا وحكومة كيف وهذا الأمر يعني أن هناك حرب أهلية في أوكرانيا اتفاق الأطراف ضمن اتفاق مينس برعاية روسية فرنسية ألمانية على سحب فتيل الحرب وهناك بنود عديدة منها اعطاء صفة مميزة لمنطقة دونباس بأنها تكون حكما فيدراليا إن صح التعبير أو أن وسحب القوات ومنطقة عازلة إلى آخر من هذه النقاط بدل هذه النقاط نجد أن أوكرانيا تحشد الحشود من أجل حل الموضوع عسكريا وقد أنزر بوتين منذ سنوات لن نسمح لكم بحل الموضوع عسكريا هناك اتفاق مينس اذهبوا ونفذوه الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضامنا في اتفاق مينس ولكن ألمانيا وفرنسا عاجزتان عن إلزام كيف بتنفيذ اتفاق مينس ويقولون لك روسيا هي من تعتدي روسيا لم تدخل الحرب مع أوكرانيا حتى الآن ولا تريد أن تدخل الحرب وتعتبر أوكرانيا دولة شقيقة والشعب الأوكراني شعب شقيق من يريد الحرب في أوكرانيا مع روسيا هو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لأنهم يريدون زعزعة الأمن الداخلي الروسي ما معنى أن تجري الولايات المتحدة الأمريكية والناتو مناورات في البحر الأسود ما معنى أن تأتي بقواتها إلى الحدود الروسية قالها اليوم بوتين القوات الناتو على باب بيتنا أصبحوا ليسوا بعيدين لم يبقى لروسيا مكان للتراجع إليه فماذا تطلبون من روسيا تريدون أمن واستقرار استراتيجي عالمي نحن جاهزون ابتعدوا عن حدودنا من أجل أن يكون هناك وقت حتى للتفكير إذا ما حدث على سبيل المثال خطأا ما عسكري إطلاق صاروخنا هنا سيد بسام البنية الكاتب والباحث في الشأن الروسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من موصف